اشتركوا في القناة سحب سفلة دائما تبقى متشكلة نحو المناطق الوسطى والشرقية تكون مرفوقة بامطار ضعيفة ومحلية بسواحل اما بالمناطق الجنوبية الاجوى ستكون مشمسة على شمال الصحراء الجنوب الغربي بينما سحب عابرة على اقصى الجنوب لغاية الصحراء الوسطى والجنوب الشرقي تكون مرفوقة بامطار رعدية محلية بالصحراء الوسطى الحرارة خلال ليلة اليوم تكون دون السفر باردة على المناطق الداخلية درجتين تحت الصفر بكل الهضابة العليا مقيس ما بين 6 إلى 7 درجات بسواحل باردة أيضا بشمال الصحراء درجة واحدة فقط ببشار درجتين بغردايا 6 درجات ببسكرا بلواد ورقلا كذلك بتيندوف وحتى بابن عباس 8 درجات بجانات 10 درجات بتمدرست وإليزي وأخيرا 16 درجة بأقصى الجنوب أما خلال ظهيرة الغد بإنلاع الحرارة القصوى تقرب المعادلة الفصلي مقيس ما بين 16 إلى 18 درجة بسواحل في حدود 17 درجة بتزيوزوة نمسان 16 درجة أيضا بقسنطينة أما بالبيض لن تتعدى 10 درجات فقط باردة أيضا بشمال الصحراء ما بين 15 إلى 18 درجة من بشار نحو بسكرا وورقلا في حدود 24 درجة بالصحراء الوسطى بينما بأقصى الجنوب ستكون مرتفعة تفوق 30 درجات وقرب 33 درجة ببرج بجي مختار البحر خلال يوم الغد بإنلاع سيكون مضطرب على طول الشريط الساحلي ليحطى عيفة إلى معتدلة تأتينا شرقية شمالية شرقية وهذا خاصة نحو سواحل الوسطى وكذلك الغربية جولة خاطفة إلى بعض عواسم شمال قررت أمريكا تلوج مرتقبة خلال يوم الغد بموريال مع درجتين أمطار بفونكوفير مع 9 درجات أمطار أيضا بدالاس مع 16 درجة مئوية أجواء متقلبة بنيويورك مع 8 درجات نفس الأجواء بواشنطن مع 12 درجة ومستقرة بكل من كاليفورنيا ميكسيكو وميامي والحرارة تتروح ما بين 22 إلى 25 درجة مئوية وقت شروق الشمس صباحة الغد على مستوى العاصمة سيكون في حدود الساعة السابعة صباحا و40 دقيقة والغروب على الساعة الساديسة مساء و19 دقيقة مشاهدين أشكركم على حسن المتابعة وإلى اللقاء